السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم جميعا في السمينار المجمع الرابع لقسم تقويم الأسنان جمعة الأزهر القسم المجمع بنين بنات أسيوت النهاردة إن شاء الله السمينار الرابع المجمع هيقدمهن الدكتور محمود باسيوني وهو مدرس مساعد في قسم تقويم الأسنان جمعة الأزهر فرع أسيوت وهيكلمنا النهاردة إن شاء الله عن توبيك مهم جدا وهو ودي الحاجة اللي أغلبنا بيشوفها خاصة لما بيبقى فيه فالنهاردة هنشوف موضوع كويس جدا علمي جدا ونبدأ إن شاء الله السمينار ونستأذنكم لو فيه أي تعليق يبقى في آخر السمينار ولو حد خايف ينسى التعليق يقدر يكتبه في الكومنس بتاعة الميتين تمام؟ اتفضل يا دكتور محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ليا كل الشرف والتأديل والاحترام لأسات ذاتي اللي ممهودين معايا النهاردة ويسمحوني إن أنا في السمينار دي منريزاتيشان out of theistic practice under supervision of Professor Dr. Salih Anwar Salihr Professor of Đental Medicine in Ashaar University assistant professor Dr. Mohamed Salan Head of Orthodontic Department اقلتي وبدأنتال الميديسين الاظهر YESI от دكتور وسام جودة لكيتشيرر او ارتوضونتك. فقالتي او دانتال ميديسن الازهر يونيفيرستي اصيود برانش. دكتور مصطفى دوابا لكيتشيرر او ارتوضونتكس. فقالتي او دانتال ميديسن الازهر يونيفيرستي اصيود رانش. هنبتدي نتكلم ان شاء الله عن والديمنراليزيشن زي ما سبق الدكتور وسام قالنا هو موضوع مهم جدا. جدا للأرتوضونتك تريتمينت. اه لو هنتكلم عن اول جول او اول مهمين للأرتوضونتك تريتمينت كان افر ماني بنيفت. صد شقاز دينتال اندفاشيال استيك. دينتال فانكشن ابيشن سلف ستيم. يمكن كل الجول من سواء كان فيكسل او ريموفابل ان احنا نحقق دينتال اندفاشيال استيك والبيشن سلف ستيم ودول مهمين جدا. يمكن موضوع هو ليه علاقة اكتر بالفكسل ارتوضونتك تريتمينت. والفكسل ارتوضونتك تريتمينت برضو احنا مش كله اللي بنستخدمه فيه. فيه بعض الاجهزة ممكن نستخدمها كفكسل ارتوضونتك تريد مني. ولكن احنا ركزنا اكتر على لان هو اكتر الحاجات من من او اللي بتقعد مع البيشن. وحنتكلم عن موضوع لانه فاكتر مهم جدا في موضوع اللي هنتكلم عليه. وطبعا عشان اوصل لانين جول انا لازم احقق له استيك محترم جدا. ومش معقولة بعد ما اعمل للسنان وانا باحتمي بالميكانيكس وباحتمي بحاجات جدير جدا في الورثو. ابتدي اوصل بي ان بعد ما اعملت الاقي السنان ابتدت كلها تبقى وعشان كده رغم موضوع البرودونتك في الموضوع. احنا بنتكلم دايما عن البرودونتك في الموضوع. هل حيبقى لي علاقة بالبرودونتل تشو? اه هو ليه علاقة قوية طبعا بالبرودونتل تشو. وبعض النوفل ماتيريال او النوفل دي منيرالايزينج توبيكال ايجنت ماتيريال ابتدت تأثر لها تأثير في الريبيل للبرودونتل كوندشن. قبل ما ابتدي اتكلم عن دي منيرالايزيشن والسيكوانس بتاحها هيحصل ازاي? حبيت احط الصورة دي عشان اه لو احنا مش مهتمين بالموضوع فانا حاجي في الاندوزة تريتمنت بعد ما عملت وانا السنان زي ما احنا شايفين. هلاقي مشاكل كبيرة جدا. هلاقي منظر. منه البريدونتل تشو بقت طبعا بشكل غير تماما. ويمكن هنا الاورثو دونتس اللي كان بيتعامل مع الحالة دي هو اهتم جدا بالميكانيكس اهتم باللي هو الاندوزة. لكن هو كان مش قويل بموضوع الديمينيليزيشن وايه اللي هيحصل في الاندوزة. خاصة لو عارفنا ان اكدت ان اثناء او ديرينج التكسيد اورسودونتك تريتمنت ان الديمينيليزيشن بتحصل افتر وان وافتر وان مونس. يعني افتر وان مونس من التكسيد اورسودونتك تريتمنت انا هبتدي في موضوع الديمينيليزيشن. وطبعا المنظر غير اكسيبتب وتماما. وصورة تانية للديمينيليزيشن يمكن الصورة اللي فاتت كتسبير فورم. ده يمكن مودرد فورم شوية من الديمينيليزيشن الراوند اورسودونتك براكت افتر بنبتدي نعرف نتعامل ازاي مع الديمينيليزيشن لازم نعرف ان الديمينيليزيشن دي بروسس اف اسسينشان مينيرال لوس. قوزنج دينتال بروبلم. اه بنبتدي نشوفها دايما فين? دايما بنشوفها بالمور كومن في الفيشيال سيريش. وعشان كده قلنا هي ليها ريليشن اقوى بالبراكت. لان ممكن فيه دايما او او ارسودونتك تتركب في البالتان صيد وده مش مون كومن او مون كومن صيد للديمينيليزيشن او الوائف سبوتليشن. في بعض الاسنان بتبقى زي المجزيلي لاترال انسيزور زي المجزيلي كانين عند المانديبولار احنا قلنا ده بيأثر جامد جدا. فالديمينيليزيشن بتطلع من نتيجة كومبليكس كاميستري بتوين البكتيريا. زي ما احنا شايفين. والتوستركشر طبعا بيأثر جدا في موضوع الديمينيليزيشن. والشجر اللي هي الفرمنتة بالكاربوهايزيت. والريسنت فاكتور اللي هما اضافوه على موضوع الديمينيليزيشن وده مهم جدا قصة الطايم او الفاكتور المهم الطايم. قد ايه الكلام ده سواء البكتيريا سواء الشجر قد ايه هيفضل في مع الاسنان عشان يبتدي يبتدي دي موضوع الديمينيليزيشن. بيبتدي موضوع الديمينيليزيشن ومن اهم الحاجات فيه هي البي اتش او الاسيدي بتاعة الاورال كابت. لما بتبتدي دي البي اتش دي بتقل عن بيحصل بكتيريا بلاك اكيوميليشن. وطبعا من الحاجات اللي بتانكريز البكتيريا بلاك اكيوميليشن اللي هو اللي هو وعشان كده احنا اهتمينا بيها اكبر. لما بيحصل بلاك بكتيريا بيبتدي يحصل الكاربوهايدريت. الكاربوهايدريت بيبتدي تديني اورجانيك اصد. الورجانيك اصد دي بيديوز انتو زينامل سيرفز وتبتدي تعملي للكالسيوم والفوسفيت مينيرالز. ودي من اهم المينيرالز اللي مسؤولة عن عملية الديمينيليزيشن والريمينيليزيشن. زي ما احنا شوفنا في اول اه في اول صورة عشان ما يبقاش الموضوع بس هو نظري. ان احنا لو سبنا موضوع الديمينيليزيشن يستمر وما بتدينياش معايا بالعلاج حيبتدي يحصل لنا كابيتيشن في السنان. فانا مش بس بكلم في استيتك انا بكلم في كمان لان السنان كده هتبتدي تكون محتاجة اه 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 ا الاستوريشن. وانا كده كده بدأت اقصر على بتاع السنان. وعشان كده احنا بنقول لو في السفير كيسز بيبتدي الدين الفرانك كافيتيشن اللي احنا شفناه في الصورة من شوية. اه الديمناليزيشن مش بس بيحصل في وجود الفيكسد أورسودونتك تريتمنت لأ هو عبارة عن باتل فيلد بيحصل في عملية ديمناليزيشن وريمناليزيشن. ومادام هو باتل فيلد فاحنا ممكن يبقى فيه يمشينا دايما نمشي بالبيشنت ناحية ان بتاعة تبقى عالية والديمناليزيشن تبقى قل فانا كده نجحت ان انا اوصل بالبيشنت او لجود ويجود عشان كده واحنا بنقول ان فيه شوية ممكن ازود بيها بتاعة ومنع بيها آآ زيادة او الانجريز في بتاعة الديمناليزيشن. اللي لو مهتمتش بيها ابتدي اخلي ان الكيرس بلانس او الديمناليزيشن يزيد بكتيريا. زي البلاك بكتيريا اللي احنا شفناها. وطبعا واحنا اثناء الموضوع ان يبقى نورمل او دي بتبقى مشكلة معنا حتى حتى في البومدين فاحنا لازم بنهتمي. وده بنبتدي احنا نحاول نمشي على روتين آآ 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 اورال هياجين كنترول وبنحافظ على الكلامنا. فالبروتكتف فاكتور ان انا اهتمت دايما بالساليفا في نواند كومبونان وخاصة ان الساليفا فيها الفوسفيت وفيها السوديوم ايون وفيها الكالسيوم. فانا بستخدمها مع ريم منرلايزين جيتوبيكا الايجانت بعد كده. فانا يهمني ان الساليفا تبقى كميتها كويسة. الفلورايد منرلايزين جيتوبيكا ايجان. طبعا الفلورايد حاجة مشهورة جدا. آآ واحنا وصلنا بالفلورايد من ناحية آآ الافيدنس بيزد ان هو بولدستان. آآ وعشان كده حتى لما ظهرت النوفا الماتيريال آآ هما مقدروش يلغو الفلورايد او يشيلوه من الريمنرلايزيشن كتوبيكا الايجان. ولكن هما كانوا يسموه حاجة زي هستوريكا لاين اوف تريتمينت لان التده يحصل افديتين جامد جدا. آآ الانتي باكتيريال آآ كولوليكسيدي ماوس ووش والايودين. آآ والجديد آآ في الموضوع اللي هو الزيلوطول. الزيلوطول موجود آآ بشكل كبير من من الاول لكن في الريسينت ريسيرش يتعدوا يستخدموه ان هو بيينكريز بتاع الزيلوطول. عشان ممكن هو اسم غريب شوية عن الكولوليكسيديين والحاجات دي. الزيلوطول آآ دايما للشجر مشكلتنا ان هو بيحصله فبيكون فرمنتال كربوهايدريت. لا الزيلوطول ده عبارة عن شجر الكحول. الشجر الكحول ده نان فرمنتال كربوهايدريت. فهو بيحصلوش فبيكسر لي السلسلة او السلسلة بتاعت الدي منراليزيشن اللي احنا شفناها هنا اللي هي بتاعت الكربوهايدريت. فبيمنع او حبيت اوضح آآ يعني كان الغرض من السمينار اكتر آآ لان طبعا بالنسبة لأساتي الموضوع ده معروف طبعا جدا. لكن انا كنت حابب اوضح ان احنا نطلع من السمينار ان انا ابتدي اشوف ان المواد اللي احنا هنتكلم عليها دي انا اقدر استخدمها كليميكا. واقدر اخلي من بكرة ينزل الماركت يمشي البيشن تبتاعه على روتين من قرى الحيجين كنترول يحفظه على دي منراليزيشن دايما شغالة اثناء وده كتصورة للام اوي بيست هنتكلم عنه قدام لكن صورة هو موجود في الماركت كتير جدا اسمه كدومه وهو يمكن بتاع اطفال عشان زي ما قلنا ان هو شجر الكحول او 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 فده ممكن نستخدمه اثناء نبتدي نعرف بسرعة برضو بتبتدي تحصل ازاي? زي ما قلنا ان الورال فلاوود زي السلايفا والبيوفيلم فلاوود وعشان كده احنا بنحتم جدا بالسليبري فلوود بتبتدي نحصل ري منراليزيشن بروسيس زي ما دي اتش تتعلق بيحصل للكالسيوم والكوسفيد هي مور رزيسطانس آآ ويبتدي يكون لي جروس او نوالي فورمت كريستال يبتدي كريستال جديدة تتكون الكريستال الجديدة اللي بتكون دي تبتدي تعمل شكل جديد مع بعضها آآ في شكل او تلاين آآ وده هنبينه قدام بدايجرام حيبين الموضوع ده كويس جدا لان ده بيشتغل عليه بشكل كويس خطوص وزي ما احنا قلنا ان عملية بتحصل ازاي فهم لقوا ان عشان ونمنع ان هو يحصل ان هي بتقدر توفر لي او تكسر الدايرة اللي بتمشي فيها ونطلع بها للرشيو طبعا بسهولة استخدامها بسهولة بدايتها والامكانية ان انا استخدمها بكمية كافية. في فرايتي زي الفلورايت وزي طبعا الكازين والنوفامين والحاجات دي تعتبر من النوفا اللي هنتكلم عنها. عشان ابتدي اقول ايه المواد اللي انا هبتدي استخدمها في عشان اعمل لازم يكون ليها الايدياء اتخدمها ليها الديكيوز انتو سبسير كالسيوم انديكوسبيت انتو سبسيركس. وااااا احنا هنكلم عن الحتة دي قتام شوية لكن نذكرها ان الفلورايت ايه كانت مشكلته شوية ان هو لما بيعمل 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 للفولورايد في السوبرفشيال لير لكن لما يكون الديمينراليزيشن وصل لديب لير لا الفولورايد ما بيمصلهاش وده بيدريني في ايه؟ بيدريني ان الهاردنس بتاع السنة بيضعب جدا طبعا ممكن يوصلي لفرانك كابيتيشن رغم ان انا عملت ريمينراليزيشن بس هو للأسف للسوبرفشيال لير بس ما دونت دليفر ان اكسس كالسيوم دونت فايفور كالكس فورميشن وورك ات الاسيديك بي اتش وده نقطة مهمة جدا لان طبعا من اهم الحاجات اللي تبتديلي السايكل بتاعت الديمينراليزيشن هي الاسيديك والورك ان نجزيلو ستومك بيشن لما يكون عندي مشكلة في السلايبا في الهرسو دونتك بيشن اه طبعا لازم نقول ان عشان هو جولد ستاندرد كنا لازم نبتدي نتكلم عنه برضو ونشوف شوية حاجات عشان نعرف حتى ان تشتغل احسن منه كتير هو موجود في اشكال كتير واحنا كنا عارفينها هو موجود في وطبعا موجود في ايشن بيتدي يشتغل بهم بعد ما حصل قررقا دائمنيراليزيشن أو او يبدي يعدي السيل والممبرين بتاعة الكاريوجينيك بكتيريال سيل داخل السيل دي بيحصل ديستوشيات واسيديفاينج للسيل فبيعمل انهيبتينج للانزايم اكتبيت بيبدي انهيبت دي منراليزيشن عن طريق برضو البي اتش وبيبدي ان هو الفلورايت ترافل انتون الساب سيرفز ايريا ابزوربت كريستال سيرفز اوف كاربونيته هيدروكسي اباطين الهيدروكسي اباطايت دي بتبقى اقوى من شوية كمان من الفلورواباطايت في النهد السيلوشن باي الورجانيك اسم وهي انهانسنج ريمينراليزيشن بروسس وهي انهانسنج ريمينراليزيشن عن طريق انهو بيبتدي يرفع البي اتش فايب بوينت فاي فبيبتدي يحصل ديبوزيشن للكالسيوم والفوسفات وبيبتدوا ياتراكت عشان يكونوا الكريستال عشان كده بيحصل ايه اه اللي هما اللي احنا قلنا عليهم الكالسيوم والفوسفات والفلورايد اه بيعملوا بتوين الهيدروكسي اباطايت والفلورواباطايت بيبقى مور ديزستانت دوزا اسم ورغم السري ميكانيزم زي ما قلنا الفلورايد اه لكن احنا مش هنقدر نشيبه ولانهو جود ستاندرد في الايفيدنس بيزد وعشان كده حتى النوفا الماتيريال هي بتستخدم الفلورايد معاها او بيحصل لها اديشن للفلورايد عشان ينهانس ال اكشن بتاعها عشان كده فيه فريمينراليزينج طوبيكال ايجانت يوزددو تواد لطريمانت الفلورايد زي الكازين فوسفووطايت أمورفاس كالسيوم فوسفيت زي النوفامين زي الدرايكالسيوم فوسفيت اللي احنا تلم يتكلمه عن كل واحد الكازين فوسفووطايت أمورفاس كالسيوم فوسفيت بروتين عند اكواند فور 80% من البروتين اللي بيكونه الكازين فوسفولتايت هو 80% منه من البوفاين ملك الكازين فوسفولتايت has ability to increase the level زي ما قلنا الكالسيوم والفوسفيت في الدينتال بلاك وهو عن طريق معنى ان هو بيزول الكالسيوم والفوسفيت كونسنتريشن في الدينتال بلاك هو ابتدى يشتغل او قادر ان هو يشتغل في الاسيديك ميديا لان فاسيدي SL trong phyttel black which could increase the demoneralization process or arizar the demoneralization process دي صورة الإما يرتفع وعلى فكرة برده زي الزيليطن كده زي ما وضحنا في الزيليطن ان انا ممكن استردنه في الماركت بسهولة الإما يرتفع هو موجود في الماركت وموجود في شركة موجودة يعني مش عارف انا ممكن اقول اسمه وده مش مش مزبوط في سمينار علمي لكن هو موجود وموجودة داخل القاهرة. ما فيش اسامي علشان ما يبقاش ماركتينج يا دكتور محمود. احتعمل. فالاما اي بيست. ومن الصورة برضو اوضح حتة صغيرة ان فيه اي بيست الاما اي بيست بلس. طب وهن فيه اي بيست بس. اه الفرق ما بالهم يعني الاما اي بيست بلس ده بالفلورايد الاما اي بيست ده من غير فلورايد. اه الريكالدينت الريكالدينت دي الاكتب انجريديانت اللي موجودة في الكازين فوسفوبيطايد عند امورفاس كالسيوم فوسفيل. وهو زي ما احنا قلنا ان هو موجود الاما اي بيست والاما اي بيست بلس. وكميرشالي هو موجود في اليونييتد ستيت في الدراي ديني. الميكانيزم هو اكشن او الانتي كاريوجينيك ميكانيزم بتاعة الكازين فوسفوبيطايد. بيبتدي يعمل من الكالسيوم والفوسفيت عند التو سيرفايد. بتاعت السوبر ساتيوريشن للكالسيوم والفوسفيت دول. فبيبتدي يقلل دي منيليزيشن. محمود باسيوني بعد اذنك لو انت جنبك شباك مفتوح او حاجة عشان فيه صوت العربيات جنبك جامد. لو لو فيه شباك جنبك فاستأذنك تقفله عشان يبقى المكان هادي عشان المايك عشان في المونتاج بس بتبقى مشكلة وانحنا بنعمل يعني انا باعمل دي نويز راحاولي بقى المكان حواليك هادي. حاضر افرم انا انا اسف بس عشان الشبكة تبقى كويسة وما يبقاش حصل طبعا متأسف جدا طبعا. فانكمل الكلام عن الكازين فوسفول طايد. فزي ما قلنا ان هو بيديكريز دي منراليزيشن ديورينج الكاليوجينيك اتشالج. اه الكازين فوسفول طايد زي ما قلنا احنا بنستخدمه او من الباورفول بتاعته ان احنا بنستخدمه الكيرز في الهاي كيرز في الهاي كيرز في ديوس الدينتال اروجن في الجاستريك رفلوكس. وطبعا في البيكالسفكيشن اثناء الفيكسيد اورسودونتيك تريتمينت. وهنا بتدينا نشوف الكلمة اللي احنا ما كناش بنشوفها في الميكانيزم او اكشن او فولورايت اللي هي الريبير. تو ريبير الانامل انكيس انفولفين الوايط سبوت ليشن. الاورسودونتيك ديكالسفيكيشن او الفولوروسيز بفور and افتر اه ديسنسيتيزنج او تيس. نتكلم عن المادة التانية وهي مست باورفول طوبية دي منراليزنج ماتيريال فعلا هي النوفامين. والنوفامين ده بتاعت الكالسيوم سوديوم فوسفو سيليكيت بايو اكتف جلاسيز. الاليمنت اللي بتكون النوفامين كلها هي كلها نورمال. هيتتكون من كالسيوم فوسفرس سوديوم and ساريكو. دي صورة للنوفامين. واحنا الحمد لله اشتغلنا عليكم انا يعني يمكن لينا شغل عليه كويس قوي. فعند لنا تبقى ما هتنظر في طبق اسمان غسيوت. ااا وهو مادة باورفول جدا ودي صورة طبيعية دي. بيعمل النوفامين. وزي ما قلنا برضو انا بكرر ان كل مادة من المواد دي نبتدي نسمع فيها كلمة. فبيكون بيعمل للسيرفس عن طريق بايوميميتك. هيدروكسي كاربونات اباطايت. في الدنتين and the enamel service. عن طريق ان هو بيعمل اوكلود للدنتاينال تبيولي. والباورفول بيبان قوي في النوفامين في الحتة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها تقريبا في ثانية او ثالث سلايد ان الجنجفل هلس. هل حقدر ابتدي استخدم الماتيريال دي ان هي تحسيلي. ودي حاجة بتهمنا لان احنا كتير بنعمل جنجفل ريكونتوريند. اه خطى لو ما فيش دي منراليزيشن لأي زبب من الاسباب. زي اي حاجة من الاسباب اللي احنا بنستخدمها اثناء الاورثو دونتك او الفيكسي الاورثو دونتك تريتنين. فهو بيعمل امبروف للجنجفل هيلز. انتي مكروبيا البروبراتيز وانتي انفلاماتوريي بروبراتيز. فبيقلل الجنجفايتز. الرياكشن والديبوزيشن بتاعت الكالسيوم والكوسفيد كومبليكس. الليير دي بيحصل لها كريستاليز انتو هيدروكسي كاربونات اباطايت. ده بيبقى يوسفل جدا بتاعت بتاعت اه يمكن احنا اتكلمنا عن الزيلوتول وقلنا ان هي متاحة في الماركت. اه اتكلمنا عن الام اوي بيست وقلنا متاحة جدا في الماركت. النوفامين يمكن المادة الوحيدة اللي مش متاحة شوية هي موجودة بتبقى موجودة في الدول العربية بس مش بتركيز عالي لان هي بتنتج عن طريق شركة لكن هي موجودة في امريكا. بس اه في امريكا في برضو عشان نبتدي نصرفها من الصيدلية هي لازم من دكتور لان هما بيعتبروها وده حنوضح فيه الهيكساجنال الشيب اللي احنا كنا تكلمنا عنه في الاول. انه باعملين بيعمل بي اتش اللي بيعمل ازاي هو بيبتدي يعمل للسوديم ايون. بيبتدي يريليز ويليفيتنج البي اتش انتو زارينج اسسينشيال فور هيدروكسي كاربونات اباطايت فورميشن بيسمح للليير انها تتكون اللي هي بيبتدي يحصل مينيرال ريليز للكالسيوم والفوسفرس ايون ويبتدي يحصل لهم في السلايبا اللي انا كنت مهتم بيها في الاول ان هي تبقى نورمال في لوقف سلايبا عشان يبتدي يعمل السوديم والكالسيوم ايون بيبتدي يعملوا للبكتيريا في الاورال كالسيوم والفوسفات ايون اه عشان يبتدي يعمل للهيدروكسي كاربونات اباطايت وده تقريبا باين عندنا في الشكل ان انا موري عليه السهم ده ان هو بيبتدي يكون او 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 في كلمة بس مش عايزين نعديها من السلايب دي فروم الفوسفات او 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 باين موري عليه السلايب والفوسفات باين ان هو بيبتدي يعمل سوبرفيشيا ريمينراليزيشن لكن البوتوم تحت لكن البيس ما بيحصل لهاش ريمينراليزيشن وعشان كده النوبامين بيعتبر قاورفول توبيكل ريمينراليزينج ايجنت اللي هو بيشتغل من البوتوم لفوق من الحاجات الكويسة جدا او القوية جدا في النوبامين ان هو بيبتدي او بيفضل على التو سيرفز لمدة سبع ايام عشان يفضل كونتينيوين لليز السوديم والكالسيوم عند فوسفرس ايوني لمنتين الاليفيتد او بي اتش وطبعا فوسطر المادة التالتة اللي احنا عايزين نتكلم عليها اللي هي التراي كالسيوم فوسفيت التراي كالسيوم فوسفيت اه اه اي 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 او بي اي 3 ام التراي كالسيوم فوسفيت بيبقى فشكل الاول نن فانكشولايزد تراي كالسيوم فوسفيت بيبتدي يحصل له حاجة اسمها اكتيفاشن ببول ميلين البول دي بتتكون من او سامبل او 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 حتة الميكانزم او بتاعت بتاعت دي بتدي له ميزة جدا ان احنا واحدة اثناء استخدامه في الورال كافيتي ممكن كل شوية نعمله اكتيفيشن باورجانيك ماتيريال لان هو فيه صائد بيخضل نال اكتف فكل شوية ممكن يحصل له اكتيفيشن. دي صورة للترايكالسيان فوسفيت وهو دي صور كتير لكن دي ويت فارنش ومتاحة جدا للنهاية في الماركت نقدر نجيبها. آآ معروف الفارنش بنستخدمه كتير ويعني ده متاح جر جميل. لان احنا لاستخدمه. ليه ترايكالسيان فوسفيت سيلكتد اوور زا كالسيان فوسفيت سيستم كل واحد طبعا بيشتغل بيبقى ليه نيزة زي ما قلنا هو كلتين صايد اللي بداخلها كان بي اكتيفيتد ومن قوة الفانكشنلايزة ترايكالسيان فوسفيت انه هو بروديوز سترونج اسيد ريزيستانت مينيرال نيوكلياشن بحتى بلو لفل بكمية بسيطة منه جدا. في اخر الفين وعشرة شركة سري ام سيفرار بيتانت ويز فولورايد بارنش فورميوليشن كونتينينج ترايكالسيان فوسفيت بيبتدي يشتغل عن طريق الهايدروليشن بتاعت الكالسيام هيدروكسي اباطايت بتبقى اكسيرلات في بريسنز ودي اللي موجودة عندنا في الصلايبا. فبتبتدي الكالسيام هيدروكسي اباطايت تند توهاب اجريتر ابتيكتو زافولورايد زين كونفينشنال هيدروكسي اباطايت. طبعا بيبقى ليه مميزات كبيرة جدا في الفلورايد ابتيكتو زايناميل. بعد ما عرفنا بتحصل ازاي? وكلمنا عن وان هي طيب انا وعرفنا ان هي موجودة في الماركت طيب انا بكدي اخلي بتاعتي يستخدمه ازاي? يعني البيشنط انستركشن. دورين زا جيتمنت بريود زا بيشنط رسيب ديتيلد فيربل اندريتن اورال حياجين انستركشن. تو براش سري تايم دايمي وذين تفريسز بروفايدد توزين. وفي النقطة دي يمكن شوية من لما بنعمل في الموضوع دي من شوية من شوية من في ان هي بتعتمد على او وليت القرى اللي هياجيين انستركشن قوية جدا. بنبتدي نعمل فراشنج للتوبكال ايجنت از اول من اربعة او من او من وبندي انستركشن للباشنط انه هو لما نبتدي نتكلمنا عن وهي ازاي بتحصل وازاي بتشتغل انا حبا نحتاج اعمل وهي ممكن الحتة دي انا مطومتش فيها قوي او نزلت فيها صور حكلم حضراتكو عليها ان انا ازاي ابتدي اعمل اعمل قبل ما اعمل هو كان في اللي بتتكلم عن كان دي نقطة اشار ليها في السمينار اللي قابلي طبعا اللي كان هايل من زميلي في طبق اسنان بنات عن وكنا بنتكلم عن موضوع الااا we were والااستاذنا طبعا أوي استاذ الدكتور اشرف كان نبه على الموضوع الااكتف كنترول والاااستاذ كنترول فاسناء قائل المفروض ما يبقاش عنده قانتر يستخدم فانا هفوت عليه الفرصة فرصة العلاج زي ما قلنا او فرصة ان انا اوصل دي هتحصل. خاصة ان احنا زي ما اتفقنا بتحصل خلال فدي نقطة مهمة ان احنا كلهم شغالين ان ما فيش حاجة اسمها كنترول جروب اثناء بتاعت بنبتدي نعمل وكان قبل كده بيعمل اكتر شكل او خارج عشان كان صعوبة الحاجات اللي بتقيس والاجهزة بتاعها. انا ابتديت بالجهاز اللي هو اللي احنا شايفينه ده اسمه وطبعا ان احنا جامعة الازهر فالجهاز ده برضو داخل جامعة الازهر. اه في الفطريات في مركز الفطريات وده جانبكم ليه طبق اسماني. وده بيبتدي كمية المنيرال اللي موجودة جوا وبنبتدي بيه نشتغل ده كتي زيرو قبل ما نبتدي وبنعمل وطبعا لصعوبة بتاعت الجهاز فاحنا بنتطر نعمل في حالات ونبتدي نعرضها للجهاز ده ونختبرها تحت الجهاز ده. فبنختبرها ازاي? فبنبتدي نعمل حاجة اسمها للسنان المخلوعة او عشان نعمل شبه اللي موجودة في القرى الكاتب. ودي كانت شوية لان رغم ان احنا بنعمل بي اتش سايكلينج وكل حاجة. لكن انا قردي ما اختبرتش الماتيريال او الريمانيرايزينج ماتيريال في اورال كافيتي حقيقية. ولكن كنا بنوصل به كمية المنيرال وبنقدر بنحدد به آآ الريمانيرايزينج ماتيريال دي افكتيف ولا انا افكتيف. الجهاز التاني اللي كنا بنعمل بيه برضو الريمانيرايزينج ماتيريال هو جهاز اسمه المايكرو هاردرس. والمايكرو هاردرس ده شوية الجهاز اللي هو يعني حنقول ان هو ابتدى يظهر عيوب الفلوراين. لان هو بيشتغل عن طريق ان احنا بنحط الاكستراكت التوس برضو. وانا انا مصامم على الكلمة دي لان احنا هنخش في حكاية في الورال كافيتي. ده جزء من شغلنا ان شاء الله يعني. آآ ده شوية اللي اظهر عيوب الفلوراين. لان ده بيشتغل عن طريق آآ بتنزل على السنان. فبيبين كمية الهاردنس اللي اللي حصلت بالسنة اثناء الابليكيشن للريمانيرايزين توبيكال ايجا. وده موجود برضو عندنا في جامعة الزهر والدين الفخر لان احنا انا حابب بقول الالهزة اللي موجودة عندنا او اللي احنا تحت ايدينا عشان في الموضوع دي موقع خلاص. فاحنا قادرين نعمل قوية في حاجة زي كده. آآ لما كان دايما شغل بيحصل في وكانوا ساعات بيعتبروها ان لو سيبنا في حالات بريمولر بيسيبوا لمدة ثلاث شهور وبيعملولوه بعد كده ويبتدوا ينقلوه آآ في عشان يحافظوا على اللي حصل اثناء الثلاث شهور او اثناء فترة التجربة ويبتدوا يعرضو للاجهزة اللي من بره. فدي كانت تعتبر برضو جدا في آآ لان انا برضو آآ خربت بره وآآ وده مش فابتدوا يفكروا ازاي ان احنا نعمل ايباليواشا الريمان رايزينج ماتيريال وزن الورال كافيتي. آآ في ميس كان اولها او بدايتها عملية ان انا اشوف بعنية. وطبعا دي كانت حاجة ما فيهاش اي نوع من انواع شوية لانها بتختلف. فكانوا عايزين يوصلوا لطرق ان احنا نعمل ايباليواشا للتوبيكال ايجنت عن طريق الاولار كابلي. ومن الحاجات الريسينت والحمد لله برضو احنا نستخدمينها عندنا في جامعة لازهر. يو اس بي ديشتال مايكروسكوب اللي احنا شايفينه قدامنا. وده من الحاجات اللي بتددي تعمل ايباليواشا زي الكاميرا والكانون والحاجات اللي زي كده بس المعيدة. فطبعا ده بتاعته عالية جدا زي ما احنا شايفين في بتاعه هو فيه تمانية ليبتدي يوفر لي او يسبت لي اللي انا بستخدمه اصنع بتاعت الماتيريال. وده لجزء من اجزاء اللي احنا بناخد الصورة. آآ ليه شكل محدد وابعاد محددة. فانا الجهاز اللي بصور به برضو يكون ان هو دي ابعاد محددة وبحطه على مسافة معينة من ده جزء من وده بيبدي التجربة اللي انا بشتغل بيها. بيمتدي يتوصل باللابتوك ويبتدي ياخد صور ببيكسل عالية جدا. الصور دي بيبتدي يحصل لها على 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 جهاز او على معين او على معين بيبتدي يعمل لي يبيل لي او اللي حصل اثناء الابليكيشن بتاعة وطبعا دي جدا وويسة جدا ان انا تدي اعمل خاصة ان انا اقدر اعمل باول حاجة الميزة الاكبر بقى وكان دايما بنعمل لمدة تلت شهور بحد اقصر ودي حقيقة وحتى في كانوا بيعملوا لحد الفين وستاشر وسبعتاشر دايما لتلت شهور وفترات قصيرة لا احنا قدرنا نعمل لمدة سنة ولمدة تسع شهور واكتر من كده كمان لسهولة استخدام الجهاز اللي بنعمل بيه اللي هو بشكر حضراتكم جدا يعني لساعد صدركم ليه وللشرف الكبير ان انا اقدم موضوع دي من حاولت ان انا اوصل في فكريتي بسهولة اا لو في اي تقصير فهو مني لو في اي شيء كويس فهو من توجيهات استاذيتي ليه انا شكرا 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 محمود بسيوني واشكر حضرتك جدا والسمينار كان جميل والتقديم كان رائع وبنفتح باب المناقشة لو في حد من اسات زيتنا حابب اا يناقش خلي يا محمود بعد اذنك يا محمود بعد اذنك خلي خلي الصورة بتاعت السمينار بتاعت يعني خلي على اي صورة كده صورة الجهاز او اي حاجة عشان بس في الماشي خليها كده تمام تمام عشان تفضل بس في المونتاج يبقى فيه صورة موجودة لو حد من اسات زيتنا حابب يسأل يتفضل او اي حد من زمينا او من الطلبة في حد عنده اي سؤال بتقول حاجة يا محمود باسمي؟ لا يا فندم كنت حابب اواجأ يعني انا في كلمة حابب اقولها سواء قبل الاسئلة او بعد الاسئلة بس حاجة تسمح لي بكلمة اتفضل اتفضل يا محمود او ما حدش لسه سأل اتفضل هو فندم طبعا يعني يعني من فخامة او من 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 شرف لي ان انا موجود في جمع زي كده في اسات زيتي وفي اسات التقويم الكبار زي الاستاذ الدكتور عزة برجاط زي الاستاذ الدكتور سامير عبدو زي الاستاذ الدكتور اشرف انا لي الشرف ان انا اكون موجود معاهم طبعا في الاول بشكر استاذي ودكتوري الاستاذ الدكتور محمد سالم ان هو فعلا هو البيونير للفكرة دي اه اشكره جدا ان هو وطالي فرصة ان انا اقدم سمينار قدام اسات زالية انا شفت اسات زيتي بيشكره اسات زيتهم ليه الشرف ان انا اشكر دكتور محمد سالم ليه فضل كبير علينا وابدون اي نفاق او بدون اي لياء هو ليه فضل على بيوتنا احنا كمان لان هو بساعدنا بحاجات كتير جدا. اه بشكر استاذي ومعلمي ولو تسمحوا لي اقول ان هو يعني خبيبي الاستاذ الدكتور صالح انور صالح. الف شكرة فاندم لان هو كان معي في فكرة وشجعني عليها كتير. اه بشكر حضرتك يا دكتور وسام لان حيارك علمتني كتير قوي. اه حقيقة في موضوع السوشيال ميديا وفي موضوع الاونلاين. اه فعلا انتعبت معانا كتير. ما ما رفعتش سماعك تليفون على حياتك في يوم وانا كان فيه تأصيل من ناحيتي في الموضوع السوشيال ده. اه ما حياتك ما اثرتش معانا. اه دكتور وسام للناس اللي موجودة معانا هو ممكن يديك اردر بس هو في نفس الوقت هو ضهرة. فعلا يعني. الف شكرة دكتور وسام. شكرا لحضراتكم. شكرا لدكتور مصطفى مجدي. شكرا لدكتور مصطفى والدوابة. شكرا لكل قسم تقويم اسنان السيوت. الف شكرا فاندم. شكرا يا دكتور محمود. وطبعا اه يعني الشكر للاسات ذاتنا ده واجب. ومن علمني حرفا مش هنقول سرت له عبدا. من علمني حرفا ازددت له ادبا. فبنشكرك يا محمود والسمنار كان جميل وبنفتح باب المناقشة. لو فيه اي حد من اسات ذاتنا او من زمائنا او من الطلاب طلبة الدراسات العليا يحب يسأل ممكن يرفع ايده. لو ما فيش حد عنده اسئلة اه هنكتفي بالقدر ده النهاردة. في حد عنده اي اسئلة? ما عليكم? انا مش عارف ارفع ايدي معلش. انا اه دكتور ابو بكر. دكتور ابو بكر معانا? اه اه انا مش عارف ارفع ايدي والله او لو في حد عايز اتكلم قابلي. لا ما فيش مشكلة. اه بص بترفع ايدك من الهند اللي مرسومة قدامك او من اللغة. ما فيش مشكلة. اتفضل يا دكتور ابو بكر. اه خلاص انا بس عايز اقول سؤال بعد يا سبزتي لو حد عايز اتكلم يعني اتفضل طبعا قابل ايا طبعا. اتفضل يا دكتور ابو بكر. يعني انا بس كنت بقول كنت اهضيت بس حاجة. هو الفلورايد الفلورايد في منه هاي كونسنتريشن والريجولار او نورمال كونسنتريشن يعني. فالهاي كونسنتريشن اه هو الذي بعمل ah mineralization للسيرفس اللير وبالتالي ما بيعملش آ، انه بيعملش увелич عمومة عنه بدي TED او ضل شوية كده. فده معناها إلا انا اقدر إilingual بالنسبة لتحصل للسابسيرف اسلير سواء بالنوب الماتيريال التي الدكتور محمود قالها في اسلم ايده طبعا على السمينيار او لاينا استخدم ريجولر هوم كير او باللو فول رايد ايه اللي هو الريجولر فول رايد ابليكيشن زي اللي في التوث page العادي يعني اما ما استخدمش الهاي فول رايد كونسنتريشن الهاي فول رايد كونسنتريشن ده تقريباً فيه خمس سلاف بارت بر مليون بيبقى التركيز همت شمس سلاف بارت بر مليون أما هو الريجول الرعادي ده 500 بار مليون تمام؟ والمي بيست بلاس ده في 900 بار مليون فول رايد فقال لو أنا الويتس بوت ليجن ده في سيرفس يكون إكسبوزد زي مثلاً لابيال سيرفس أو باكال سيرفس أو كده وساعتها ما هستخدمش هاي فول رايد كونسنتراشن يعني أما قالوا لو هو في سيرفس مش إكسبوز ممكن نستخدم هاي ايه فول رايد كونسنتراشن وساعتها هيبقى ناحية الاستاتيكس مش ايه مش 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 مطلوبة يعني ده حاجة أما لو أنا بقى عندي الريجن خلاص بقى يعني السيرفس ليير ده حصل لها خلاص فأنا ساعتها بقى ممكن فيه ناس بيستخدموا أسد اتر أو ممكن يعملوا يعملوا أبريجن للسيرفس وممكن فيه بقى طريقة تالتة فيه طريقة بقى اللي هو الايكون اللي هو اللي هو انفيلد ريزن هاي بنتراب يحصلوا بنتراشن بدرجة عالية وليه اللي هو الكيت بتاعته والميثودز بتاعت الابديكشن بتاعته أصبغ عشان الاستاتيكس يعني كحاجة تجميلية بعد كده لو الوايت سبوت ليجن سيثبت أثر يعني اه يعني اللي هو التزبوت ليجن دي لو بقى السيرفس بتاعها بقى موس وشايني معناها اللي حصل ولما خدناش الفينيرز من ضمن الحلول يعني اه انا بتكلم عن ضمن الحلول اه انت بتكلم عم يبقى سيرفس بيبقى شايني يعني بيبقى حصل للسيرفس فبالتالي انا عايز اوصل الستوب سيرفس لير فممكن اوصل بيها اما بأسد اتش سواء بالايكون ده برضو فيه أسد اتش يعني ودي من ضمن الحلول وقالك شكر سمينة الرائعة يعني ديك اضافة بس الغير شكرا جزيلا دكتور ابو بكر وانا ملاحظ ان انت اتكلمت ودكتور محمود اتكلم وما حدش كلمنا عن فلورايد فلورايد توكسيستي تمام 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 وطبعا احنا بنتكلم اه يعني عشان لو فيه ولد وحد صغير لو بيشنت سنه صغير ان احنا طبعا عارفين ان الفلورايد توكسيستي دي من الحاجات الخطيرة جدا وان لو الاطفال ابتدوا يستخدموا من سن صغير قبل سن سبع سنين التوسبستس اللي فيها ده مع الوقت بيعمل فلورايد توكسيستي وبيباليه مشاكل كتير فدي طبعا حاجة تنويه يعني يعني الحاجة مش على اطلاقها قويسها الاعتدال و في حد من اسات زيتنا عنده اي سؤال السلام عليكم دكتور وسام عليكم السلامة والبركاته استاذنا دكتور فاروق اتفضل يا فاند انا حساز ان انا مش شايف حد من اسات زيت يعني اه بدأ الكلم فانا يعني مش هاخد وقت كتير اه بدأ دكتور محمود بسيوني على السمينار الجميل السريع اه والحقيقة اه يعني انا عايز اسأل سؤالين يعني ولو كانوا اكتر من سؤالين نسامحوني يعني بس هما سريعا انا كان تخيولي ان اه انا لقيت لقيت المعظم الكلام على فانا بس يا دكتور محمود مفتحيا او حضرتك تشتغل في الموضوع ده اه اكتشوالي دلوقتي يا دكتور محمود يا ده شغل بتاعك انا اقفل عليه المايك سواني هفتحه يا دكتور محمود بسيوني المايك عندك مقفول انا هفتحه لك حالي بعد ايضاك نزل نزل المربع لتحت واعمل الصفحة بكل سكريت ليه يا شرف الفاندم بتاعليس عاتك وانا شغال عليها فاندم اوه اه طيب اه حياتك قلت في النص كده قلت ان انا اه جبت سيطة الابتل كنترول والباسيف كنترول ويعني حاجة من هذا القبيل يعني اه ما ليش هو الابتل هنكلم فيه ده حضرتك هتعمل له ازاي هو الورال كده يعني سيه ان انا باختبر اي ماتيريا من اللي انت عرضتوهم واعتقد ان هم يعني بس واحد تاني بس يعني حاجلو اه اعتقد ان انا يعني فيها جزء ماركتينج يعني طب احنا دول الماتيريز دي موجودة في الماركتينج شو كده؟ الحد اشتغل عليهم طبعا يا فاند من عليه ريسيرش كتير وعليه كتير بتاع الكلام ده ايه بقى؟ بتاع الكلام ده بمعنى يا دكتور محمود يعني انت العادي بتاعنا موجود في الماركت مكتوب عليه هل انت متخدم كل الناس بستعمل يعني ما عندهش يا كيرز؟ لا طبعا يا فاند معنده بس بداية من جزئية ان حضرتك بتقارن اه اه متاع انا اولا بعدت عن اصلا يعني بعدت عن جزء السمينار لكن خلينا اكلفك زدلي لانية او في كلينيكا البالي احنا عندنا انت حياتك قلت تقريبا تلات او اكتر مش فاكر اه هل ده اشتغلت عليهم رندماز وصلهم بصورة ما بيقول ان ده احسن من ده او ده يعني هو من اللي موجود في الشغلانة دي؟ هو فاندم كنهائي لا هو محدش وصل بس هو دايما بيحصل طبعا النقطة المهمة اللي سعادتك انوهت عنها موضوع في الموضوع ده وهو فعلا موضوع في الموضوع ده جدا بالنسبة لكل لانهما كلهم كانوا بيتقدوا في النقطة دي نقطة مهمة جدا اللي سعادتك قلت عليها. فعشفا كده كان كل بتحاول تعمل للبايشنت جروب اه اه لكل نفسه. يعني بيبتدي يحط معينة زي ما قلت لسعادتك طبعا. اه على اساس ما معين في ضوء معين في وقت معين في بوزيشن ثابت لكل بحيس ان هو يحاول يعمل سابتة للموضوع ده. لكن هو ان هو مسلا يبقى في زي ان المسافة بتاعة البلانورة مسلا لخمسة فيت او حاجة زي كده او مفيش حاجة زي كده موجودة او مواصفات معينة لازم امشي. وبالتالي انا ما اقدرش اوصة اللي حضرتك قلته اه بمنتقى القوة اللي انت قلته ده. ان انا عندي اه بتاعمل وهي من وجهة نظري. اه رقم واحد دي رقم واحد. رقم اتنين جزئية الاكتف كنترول والباسيف كنترول اللي حياتك اعتقد فهمت السؤال غلط احنا نكون كلم فيه المرة اللي فاتت. انت حضرتك الآن بتقارن اه ان حضرتك فكرنا احنا مع بعضين اهو ان احنا نختار تلات ماتيريالز اللي حياتك شرحتهم دهول. وحنشوف الاباليتي بتاعة كل ماتيريال توني مينيلايز دي كانت سفاية تيشو قد دي مينيلايز تيشو. حضرتك عندك اتجاه تاني غير الانفيترو ستادي. اه عندي ان انا هبتجي احنا لسه بنقول اهو هتحكمني بايد على السبيل الوحيد المتاح لدي ان انا اقارن هذا الكلام مش كده? اه. عشان. اه ده اللي اقدر اسمع سؤالي الاخنة. اه اللي حوالي مني بقدر الامكان. وحاليتك عرضت صورة لجهاز وجهاز احنا يعني اه وبينينا احنا قسم واحد فاحنا اه كالينا الشرف احنا اشتغلنا فيه من بدري. اه دكتور خالد فروح عبدالله. اه تحت الشرف اصد زي الاختقاء فاضل دكتور عزت. ودكتور عشد. والشرف العبد. والكلام ده اشتغلنا فيه من بدري الوحيدة اللي احنا نشوف الحص في الماكرة عن طريق الجهاز. لكن ما زال السؤال طاهد. انا ما عنديش طريقة اخرى للتعامل مع اللي موجودة غير ان انا هتعامل مع كويس? ده ملوقع اتنظر. مظهور السؤال بقى. عدريك قلت في النص ان انا ممكن استغنى عن كنترول جروب. ازاي بقى? لا افاند من كنترول جروب ان انا ما ما خليك ما استخدامت. اتفضل افاند. انا ممكن انا سأل الكلام حضرتك. يعني انت حضرتك سين انت اخترت التلاتة دول وحتقارن بينهم. تقدر تقول الدزاين هتعمله ازاي? من غير كنترول جروب? من غير كنترول جروب? من غير كنترول جروب هتعمل ايه? هعمل ما بين التلاتة ماتيريال. يعني هعمل للتلاتة ماتيريال او فحعمل برد 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 طبعا لان احنا تمام كده? وحبتدي اعمل من الكل جروب. وقد ايه الماتيريال دي افكت من دي زيرو او هي دي من اللي حصل. فبتدي اعمل ما بينهم واني مادة هي اكتر من التانية. طيب انا بقول انا حضبطة كلهم هيتلاها حلوين وزي الفور. هو فعلا انا فاندم يعني ساعات المتيجة بتاعتها ان احنا نوصل لسيجنيفكنت او نان سيجنيفكنت ديفرانس بجي لوحدها ريزلت. يعني دي ريزلت انا ببتدي اخدها على الموضوع ده وريزلت تبقى معتمدة لانا سواء فيه سيجنيفكنت او نان سيجنيفكنت زي ما حضراتكم طبعا علمتونا ان ساعات هي ريزلت. ان الكلام اللي احنا بنعمله ده لا هو مالوش موجود او بيحصل يعني. انا برضو ما فهمت السؤال. انا عصدي ان انا سيح اختار ماتيريا الواحدة لو تاخد ولو كان من تراي كالسيام بوسفيت رح اتا قلت عليها. انا عايز اتكارتها تومنالايز. كان فاندم اا في الريسنت ريسلتش كانوا دايما لما بيحبوا يعملوا حاجة زي كده كمادة واحدة بيقرنوه بالجولد ستاندرد زي الفلورايد. فبيبتدي يمشوا البيشنت الكنترول على روتين على روتين كنترول اوران هياجين. اللي هي الاوراني الهياجين العادية ويقرنوه مع التراي كالسيام بوسفيت على اساس ان هو نوفا الماتيريال. ويبقى فيه سجنيفكنت ديفرنس. بس دايما لما الماتيريال من المواد دي كانوا بيعملوا معها مع الفلورايد. لأ كان بيبقى فيه سجنيفكنت ديفرنس ما بينهم وبين الفلورايد. طيب عشان. لكن ممكن طبعا. انا اسف. الفضل. لكن ممكن زي ما ساعدتك فعلا تفضلت وقلت ان هو ما بين الماتيريال نفسها اللي هي النوفا زي او النوفامين او الكلام ده هو فعلا زي ما حضرتك وضحت في الكتير مفيش سجنيفكنت ديفرنس او. اه اه يعني طبعا لو ساعدتك تسمح لي هو احنا في الشغل اللي احنا عملنا معه عملنا كمان مع زيادة حاجات زي الزيلتون اللي هي الموديفايل اكشن بتاع الريمانورايزينج ماتيريال. وهل ده هيبقى فيه سجنيفكنت ولا لا. في النتائج اللي ظهرت عندنا يا فاندم كان فيه حاجات فيها سجنيفكنت ديفرنس في الهاردس. وفيه ماتيريال طلع سجنيفكنت ديفرنس في المينيرال عن التانية. يعني زي ما قلت لساعدتك فيه ماتيريال متريزة ان هي بتزود جدا. بس زي ما حاياك تفضلت نقطة حضرتك المزبوطة طبعا فاندم. ما انا بقول لي سيادة في جميع الاحوال انت بتكلم عن مش كده ولا اتا تتكلم عن درماعيز كلينيكا الكراوي ولا كلينيكا الاستادي. لا يعني انا بتكلم بالحاجات اللي هي تبتدي تعمل او كالر كالر اناليسيس للصورة عن طريق البيشنت ان انا اعمل ابليكيشن وادينه آآ وراتن حاجات يبتدي يمشي عليها وابتدي اعمل ابليكيشن دي لكزا يعني من تلات شهور لستة شهور لتسعة شهور وانا بتابعه كل شهر وابتدي يعني كان من الحاجات اللي كانوا بينبهوا عليها انت لما بتعمل للبيشن للابليكيشن بتاعة الماتيريال دي وتخليه هو كمان يعمل قدامك يعني عشان برضو طبعا زي ما ساعدتك قول موضوع في الحتة دي هو صعب جدا لكن بيحاولوا يوصلوله شبط طوله لكن هو في طبعا لفندي طبعا. انا يعني عشان بقول له حياتك ما نخدش في الحديثة كتير او انا بقول له حياتك دي مش هو ده حضرتك موجودة يعني أنا مش عارف انا عينيه لحياتك نتكلم عليهم دول اللي حضرتك هنعمل لهم ندينهم ونعمل لهم وبتاع وبعدين كلهم على لفل واحد ده فيه ستين الف في القصة دي عشان يعني نخرج من حديثة سنة يعني برضو مبسوط من اجابة حضرتك السؤال التاني حضرتك في النص كده اقولك ان انا ممكن اتعامل مع اه صورة من صور او اي ماتيريا بالاختبارة بان احنا نختبر البري مولر ونسيبه فوق العيان تلات شهور. انا استرادز دي حضرتك اللي ممكن تخلي واسيبها واسيب البيشن ده وزاوت اكستراكشن فور آآ اوبجيكتف. حياتك شفت الكلام شهور? اه طبعا يعني ممكن طبعا يكون سوء فهمي مني ولا حاجة لكن يعني كتيرة قوي كان ينشغل على موضوع وكانوا بيكستراكشن موضوع حضرتك يعني انت حد موجود في المدة تلات شهور وبعدين نشيله عشان خطر آآ يعني نشغل عليه هل في حد عمل كده يا طب حضرتك اه 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 بس بيعملوا على الفورس اثناء في والعينين كانوا مفقين على الكلام ده يعني? هو العينين يعني ما بيقاش ليهم اعتراض لان هو كده كده هو مثلا زي فهو حيعمل فيعني اكيد كانوا مرديين على الموضوع ده لكن هو فيه يعني انا معي شغالة ان هي خلعت بعد تلات شهور من بداية دكتور محمود ادينا فرصة اتكلم انت بتتكلم كتير وبتكلم بسرعة يعني ايه سرعة عندك ريبر واحدة يعني قالت كده ولا كزا انا حب اشوفهم بس يعني للمعلومة بس اشتغل عليه انا يا فندم ان شاء الله اجيبني ساعتك الرفرنس تحت امر ساعتك يا دكتور فاروق بعد ايزم حضرتك بس اتدخل ثانية في اه في اي في اي يا دكتور بحسة او حتى الابحاث اللي على الادوية اللي بتحتاج اه الموافقة بتاع اه الناس دي بتبقى موافقة ان يتجرب عليها الادوية لفترة زمنية معينة وبتاخد فلوس مقابل ده وهم عارفين الرزق اللي ممكن يتعرضونه ما انا مش ده اللي كنت اصدت مسام طبعا انت معلومتك قيمة لكن هي الفكرة في ان انا كنت عايز اتكلم على بشتغل عليه انا ان فيفو لان ده موضوع الشايق اللي بيكلم فيه دكتور محمود ده موضوع الشايق انا عندي اه من الماتيريالز اقدر اتعامل معاك مشكلة اه حيوية زي ما حضرتك قلت. مشكلة اللي زي ما حضرتك قلت كتيرة دخلة زي ما حدرتك بتقول هي الكنترول عليها صعب جدا. اه فانا لو قلت لو انا عندي آآ او 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 الناس اشتغلت فيها بانه هم آآ سامحهم ان ان يجربوا اي ماتيريالز لمد اتصل لتلات شغول لعيان ويجربوا اي ماتيريالي اي ان كان او اي ميثود بقى شرط بقى ان احنا بنعمل ماركتنج لماتيريالي اتعالي اي ان كان الميثود يعني. آآ طبما ده قوي. احنا نبدا نبني عليه صور. حضرتك حاجة بعد اذنك يا دكتور فاروق. بعد اذنك حضرتك. ليه دايما احنا بنسأل ان يبقى فيه ريفرنس او اتنين او تلاتة. ليه يا فندم احنا ما نبقاش ريفرنس. ويبقى ريفرنس. اقولك ليه يا دكتور. ان انا عشان يبقى ريفرنس لازم انشوف في ادكس جورنال. وعشان انشوف في جورنال محترم لازم يبقى ليه ريفرنس. تمام. يعني انا مش هينفع. احنا بندور على ريفرنس عشان احنا نبقى ريفرنس بعد كده. بالزبط. يعني انا انا الشغل ده اشتغلته من عشر سنين. ما كنتش رعد انا سيب في بقى البيشنت اكتر من شهر. وما فيش جورنال اه قوي قبل هذا الكلام. على فكرة يا دكتور سروق انا كنت بروح مع حضرتك المعامل اللي في الجامعة علشان نود العينات بتاعة السلايفا. تمام تمام. فبقول لحضرتك هو دي الفكرة في سؤالي. انا مش قصد ان انا اقول لدكتور محمود ان هو مسلا ما عراش او في ريفرنس واعمل. لا انا بقول له لو انت موجود عندك ده مصلحة ده حاجة كويس. اهو. تحت عمر ساعتك فاندم ان شاء الله يعني يكون مجهز لحياتك ريفرنس. عدي اذنك الريفرنس يا محمود ببقى حطها على الجروب المجمع بتاعنا. شكرا لساعت صدرك يا دكتور محمود وسمينار زريف وجميل وبرزنتيش الرائع وشكرا للدكاترة ودكتور محمد سالم ودكتور وسامو بقية القسم على التنظيم الرائع للسمينار. وبعد ذلك انا طولت عن المدة المسموح بيها. شكرا لحضرتك جدا شكرا لحياة جدا يا دكتور فاروق. ويعني فعلا المشاركة بتاعت حضرتك افادتنا جدا جدا ومعلومات قيمة جدا. شكرا يا دكتور فاروق. شكرا يا دكتور فاروق. اشرف عطي ازاي حضرتك يا فاند. ازايك يا دكتور سام اه انا حد كان بيتكلم قبل انا كنت اتكلم قبل الدكتور فاروق اه لكن اه. هو دكتور فاروق انا عدت نادي كزا مرة وبعدين دكتور فاروق قال لو محدش من اسات ذاتي هيدال فانا ممكن اسألها. ما فيش اه ما عنديش مشكلة في الحساسية والكلام ده يوسام احنا كلنا يعني اسرة واحدة حبيبي وانا انا انا منتظر وكنت منتظر وان دكتور فاروق يتكلم قبل انا بحب اسمع كلام دكتور فاروق جدا وبصراحة يعني انا معجب بتعليقات وانا كان ليا بس ملاحظة صغيرة قوي اه يعني محمود كاتب سمينار كويس وتكلم كويس انا موافق تماما الدكتور فاروق ان التايتل شوية اختلف عن عن الاتجاه لكن حتى ما كنتش هقول خالص دكتور فاروق انا كنت عايز علق بس للدكتور محمود اه هو كاتب سمينار كويس وده مدرس مساعد الريفرنس اللي هو كاتبها في في السمينار اه طبعا مش مكتوبة صح خالص يعني مكتوبة بشكل مش منتظم والمفروض يا محمود انت راجل مدرس مساعد بتعرف تكتب ريفرنس وتكتبها صح ومعرفش انت بصيت فيهم ولا لأ لك لما بص فيهم يا حبيبي هتلاقي اه هتلاقي ان الريفرنس فيها يعني مشيت شوية كويس ومشيت شوية بشكل مختلف اه بابص فيها اه حتى في عندك اه يعني ما نشوف اه اه في المجلة بتاعتكو بتاعت اه برضو ما كتبتوش بطريقة اه سليمة اه كان في عندك الدكتور صالح الدكتور صالح اشتغل زمان على على الفلورادي ريليزنج ماتيريال اه اه ادي تلزم مش متذكرها لكن كنت افضل انك تاخدوا ريفرنس اه استاذك واه واستاذنا واه اخوناك كبير كنت افضل انك تاخدوا ريفرنس لكن انت فعلا خدت منحة في الموضوع مختلف شوية عن الديمنراليزيشن ليه بس تعليق على 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 الالفولنتيرز اللي بدخلوا في الريسيرش اه الار بي الانستيتيوشنال اه اه ريفيو بورد مش بيدوا مش بيدوا يعني مش بيسمحوا في الريسيرش وجزء مهم قوي قاله الدكتور فاروق اه اثاره في اله وارجو ان كل الناس الصغيرين يعني يستفيدوا به اه جزء الخاص بالريسيرش ديزاين عشان يبقى سليم ويبقى مظبوط اه لازم ناخد بالنا من كل حاجة فيه صغيرة وكبيرة اه الفولنتيرز يا دكتور وسام اللي بياخدوا فلوس اه بيعني القصة دي وكنت انت في النص اعلقت لمحمود وقالت له ما تقولش البراند نيم في السمينوارة عشان ما يبقاش شكل من اشكال البراند ده عالميا احنا المفروض بنتكلم دايما في بتاع الحاجة بتاع البرودكت اللي بنشتغل به مش في البراند ما نقولش البراند ما نقولوش يعني ده او 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 حاجات زي كده المفروض انه ده حاجة مش مش صحيحة في البحث ان انا اا استخدم التورمز دي لانه اا لانه لانه انا معنى ان انا بستخدم التورم دي ان انا اا كاني سبونسر لحد او حد هو اللي سبونسر بتاعي في الريسورش وكذا وده وده موضوع يعني ادي تلزي فيه اا كتير ارجو ان اللي يتعامل مع حاجة زي كده اا يقرأ كويس عنها لانه لما هيقرأ عنها حيفهم بتاعتها والريستريكشنز بتاعتها اا انا ما كانش ليه تعليق على السمينار خالص غير اا جزئية الريفرنس اللي كتبها الدكتور محمود اا محمود السمينار كويس انت وانا ما عرفكش لكن انت شخصية جميلة الجزء برضو اللي اصاره استاذنا الدكتور عزت اا خاص بان احنا في السمينار احنا ما بنرتقيش اا وجها لوجه السمينار اه هو جزء علمي لكن احنا ما بنخرجش برا نطاق العلم يعني لما بنعلق على على ولادنا سواء في في اسيوت وبنات وفي بنين اا برضو كله سعي للصالح وسعي لل اا انا موافق الدكتور عزت طبعا في كلامه انه السمينار علمي لكن دايما احنا في السمينار حتى لما بنكون كنا في كلية والجيل الكبير كله حضر معانا دايما اا يعني احنا بنعتبر نفسنا اسم واحد وبنكتهد ان احنا نكون اا يعني يعني وان هاند وان احنا نتحرك كلنا في قاطرة واحدة فبرضو لا يخلو الامر من دايما من التعليقات كل تتشال في منتاج او عشان الجزء العلمي او غيره ده يعني موضوع موضوع تنظيمي ممكن انت يا وسام ما شاء الله بتقوم به كويس اوي يعني وبتعمله حلو اوي اا برضو هرجع اقول تاني انه انا بحزين اوي انه ولادنا كلهم محدش بيشارك في يعني وارجو ان احنا الاسادة بعد اذنك يا وسام ما تبتديش بينا انا عايز الولاد الصغارين يعني مش ممكن مفيش واحد فينا انا لو عملت السمينار ده او الدكتور فاروق او الدكتور عزت او الدكتور سامير او او كل اسادتنا او كل زميلنا او انت يا وسام او كده مفيش شك ما كامل الا وجه اللاق يعني مفيش شك انه هيطلع فيه اا بعض يعني الحاجات يعني التعليقات زي اللي بكر قالها لازم كل ولادنا يشاركوا يعني فين ولادنا في المشاركة يعني ولادنا ولادنا مجرد اوديونس وده مش صح السمينار عايز مشاركة فارجو ان كل رئيس اسم يشدد على اولاده انه يقروا السمينار اللي ازميلهم ويقرهوله بقوة ويدوروا على العلم الحلو اللي فيه ويدوروا على النقاط الضعف اللي فيه عشان الفايدة تبقى كويسة اولا هو كطالب اللي عمل السمينار حيعرف القصور اللي عنده لما ولادنا بيقروا بيزودوا الباكبون بتاعهم بيزودوا النالج بتاعتهم الكويسة بيبقوا هم كمان بيستوعبوا اكتر يعني انا يعني اتكلمنا في الموضوع ده كذا مرة ارجو انكم تاخدوا بالك منه وانا شاكر ليك واسف للاطالة يعني شاكرين شاكرين حضرتك دكتور اشرف جدا جدا وانا ونرجو من الجميع انه يعني المدة التعليق نحاول ان احنا نلتزم بها انا شاكر دكتور رمضان ابو شهبة دكتور رمضان ابو شهبة رفع ييده من بده بعد اذنكم وكان دكتور رمضان نزلنا يا جماعة دلوقتي على الجروب ريفرانس للري من ريليزيشن اتفضل يا دكتور رمضان مساء الخير على الزملاء العزاء وطلاب اليوم وزملاء الغد ان شاء الله اشكركم جميعا اشكر حضركم اشكر تعبكم نبارك لدكتور اسماعيل ربنا وفقه ان شاء الله في مهوئات ونبارك للدكتور احمد حمام ان شاء الله الاسبوع اللي جاي بإذن الله ربنا وفقه ان شاء الله بتطفق دايما دكتور محمود طبعا انت الشكر كله لك البيبر اللي انا نزلتها ده هي كنت عايزك تستعين بيها اللي بتاعت هيمان لانه هو قدر يعمل سكاجول انه تقدر تعمل assessment intervention and treatment او post orthotic treatment بحيث ان انا قدر عمل assessment العيام الاول هل هو low risk ولا high risk وبالتالي اقدر احط له البروتوكول بتاعه او الرجيم بتاعه اللي يقدر يزبط به الدنيا معه ده يبقى كده الassessment البرفنشن هنمشي معه ازاي الحاجات اللي ساعتك قلتها دي كلها الجميلة دي كلها ما شاء الله يعني والpost treatment قدر اعمل في ايه زي منوه عليه الدكتور ابو بكر واحد ده حاجة الناس بتشتغل عليها دلوقتي اللي يلقى يكون يعني يا ريت لو تعيد الصياغة تاني تهتم بالسيمنار زي ما دكتوراش ربيه قالك عليها لان طبعا دي بتبقى حاجة مش طيبة وشكرا لكم جميعا وشكرا لك يا دكتور محمود تاني شكرا جزيلا لدكتور رمضان شكرا لحضرتك جدا استاذنا الدكتور عزة ببركاتك انا عايز يقول كلمة تفضل يا دكتور عزة شكرا وسام على المجود الكبير اللي انتم بتعملوه ده وبشكر محمود يعني اذا مهما كان هفيش اي عمل ابدا بيبقى كامل متكامل لكن انا معجب بيه اللقاء السيمنار وبترتيب الناس اللي اتكلموا ابو بكر برضو بشكره على انه اصار نقطة الايكون وانا حضرت رسالة او مش حضرت نقشت رسالة من حوالي شهر ونصف في المينيا كانت عن الايكون وكان معايا الرجل الخلوق الدكتور فاروق الرئيس بتاعنا ونقشنا الرسالة دي تناك في جامعة المينيا من حوالي شهر ونصف تقريبا وكان بيشتغل على الايكون طبعا دكتور فاروق قال كل ما يعني يخطر ولا يخطر على بالي ان انا اقوله فانا بشكره على المداخلة بتاعته ولا اقوله دايما بيبقى حامي يعني يا دكتور فاروق دايما كده انت دايما حامي دايما عارف حامي في العلم يعني فيعني رفقا بالايه بالناس الحلوين دول يا فاندم اللي عفو يا فاندم انا يا فاندم انا بتشكر على كلمتين دول بسا اصلاك كنت لسا يأكل كوش يعني حضرتك فيمكن عشان كده كنت عزيني كنت عزيني معاك يا اخي كنت عزيني معاك وانت عارف الرسالة اللي حضرناها اللي عملناها هناك في المينيا من حوالي شهر ونصف كتع الايكون وكان هو طبعا الطالب عمل على وباين تيس واشتغل عليها وكتر سالة حلوة برضو وجميلة وكويس ان على المبسوط اول ان ابو بكر نبه للنقطة دي راجل قاري وفاهم وان شاء الله ربنا وفاقكم جميعا ولا تعليق ليا اكتر من اللي قاله الدكتور فاروق شكرا يا دكتور عزك متشكرين لحضرتك جدا جدا شكرينا دكتور عزك كان دكتور محمد سالم عنده كلمة اتفضل دكتور محمد سالم هيا اتفضل هو نفس الكلام طبعا اللي قاله اه استاذنا لفضولة النائب دكتور عشب به الشباب فيه سواء عندنا او في البنات او هنا الشباب فين يا جماعة ده احنا بنزلين اللي سمنها قبلها باسبوع عشان خاطر الناس تقرأ والناس تعمل مع الواجه اللي بيعمل فين حد من البنات ليه سؤال دكتور محمد باسيوني لو حد يا جماعة ليه سؤال من الزملاء والناس اللي طلبت الدراسات العليا ببنين او بنات او قصيوت من الناس الصغيرة لو حد عايز يسأل يرفع ايده عشان ناخد دور بمناتنا بين البنين المواد البنات حد من المصر او الدكتور عايزي نقاش الدكتور محمد باسيوني في حاجة طيب واضح ان الناس كلها خايفة ومرعوبة انها تدخل تسأل طيب في حد رفع ايده بكر حمادة بكر حمادة اتفضل يا بكر بعد اذنك يا دكتور محمد اتفضل يا بكر انا باسأل دكتور محمود بالنسبة للكلينيكا يعني هل انا بحدد عرفنا بنفسك يا بكر بعد اذنك طبيب ابو بكر محمد طالب ماجستير اسنان قصيوت تمام اتفضل اسأل يعني انا كورسودونتست في الاول خالص بحدد الكيرز انديكس بتاع البيشوند اللي على اساسه اشتغل بفلورايد او ب ريمينرالايزينج ايجينت كبروفيلاكتك ولا يعني بحدد اللي تدوز قد ايه 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 هو ده اللي انت بتسيره ده يا بكر اللي كان عصره دلوقتي دكتور رمضان اللي هو نزل البيبر الريفرنس ده مشكورا على الجروب ان هو ان انت لازم بتحدد من الاول اي نوع هتستخدمه علشان تقدر تحط البيشوند في الكاتيجوري بتاعته ولو عايز تروب دي يا دكتور محمود اتفضل لا تحت امر الفندم هو مظبوط الكاريز اندكس ده موجود جزء مرضو من شغلنا وكل حاجة لكن احنا غالبا كنا تبتدي ان البيشوند كنا تبتدي ان احنا بكيس دي زيرو لكل السنان يعني احنا ببتدي اخطي وابتدي على لقاتها اشوف البيشوند هي يعني يعني بسيط وابتدي ببقى بسيط جدا هيبقى غالبا افنبول اكتبا لقلو لكن طبعا الان وضوع بيصيرش بيصير زيجي ايوة اه من تاني في دكتورة سارة دكتور بكر حمادة عندك اي سؤال تاني لا لا شكرا يا دكتور حساني شكرا طيب بعد اذنك نزل ايدك آآ دكتورة سارة اتفضلي يا دكتورة سارة آآ السلام عليكم ورحمة الله شكرا الله وبركاته بعد اذنكم اي حد يا جماعة من زمائلنا اللي عايز يسأل يعرف بنفسه الاول اتفضلي آآ دكتورة سارة طالبة ماجستير في كلية البنات جماعة الازهار اتفضلي اهو انا كنت شفت حالة ان هي كانت عمل التقويم وبعد سنة آآ يعني انا شفتها بعد سنة آآ كانت كل اسنانها ويت سبوت وكانت يعني آآ تقريبا كل الانتيريورتيس بما فيهم البري مولر حصلوهم ويت ليجن يعني وبقى فيهم ليجن يعني يعني كافتي باين فهل في هذه الحالة ينفع لها فولورايت سيشن ولا دي هتبقى بقى فينير او كراون او كده انا دكتورة سارة انت كده حكمتي على الحالة من الآخر احنا ما نعرفش بقى هي كانت بتتبع أورال هاجين ميجرز ولا لأ احنا كده اجينا لها من الآخر فكده هيبقى حلها زي ما اتكلم من شوية دكتور ابو بكر ان احنا هندخل في جزء بقى ريمينراليزن وجزء تجميلي هو بعد اذن حياة دكتور وسام طبعا برضو يعني ردا على دكتورة سارة هو دكتورة سارة ايه احنا وصلنا للديمنراليزت ليجن او الويت سبوت ليجن لإيه للفرانك كافتيشن هما الكافتيشن اللي بيحصل ببعض الويت سبوت ليجن غالبا بيسموه فرانك كافتيشن فاحنا لو وصلنا لفرانك كافتيشن لا انا حطيدي اعمل زي ما قلنا بايا ان كان لكن لو ما وصلناش لكافتيشن او الاجزاء اللي ما وصلناش فيها الكافتيشن احنا ممكن نعمل فيها ابليكيشن للنوفي الماتيريال ودي كتمزتها ان هي بتعمل مش هنعمل فلورايد لكن هي بتعمل لأوريدي لكن برضو قبل ما بتوصل لكافتيشن يعني دكتور محمود بعد اذنك انت بتقول هتعمل ريبير طيب معنى كده الريبير ماشي ان احنا هنوصل له هارد انامل او انامل فيه هاردنس لكن ستيل هيفضل فيه سبوتس موجودة يعني السيدي كليم مش هيبقى كويس برضو هنحتاج ان احنا نعمل طبعا يا رحمة طبعا مدام وصلت لبقى دي منراليزة او كومبينيز دي منراليزة لا حتى لو حصل لها ري منراليزة هل هيرجع الانامل بلونه الطبيعي زي باقي السيرفس دي منراليزة اللي وصلنا لها لكن هي بتقدر ترجع شوية لحد ما او لديجري معينة بتبقى يتحدد لكن ببقى معنى كده ان في الانتيريورز لو ابتدى حصل فيها بالذات في الانتيريورز لازم هنضطر نعمل حاجة كوزموتيكس كوزموتيكس او مدام وصلنا كافتيشن سمام دكتورة صار عندك سؤال تاني لا شكرا شكرا احوال لك نزل ايديكي واقفل المايك ها في حد من اه ستزتنا اه عنده اي سؤال تاني حد من زميلنا حد من الطلبة السلام عليكم دكتور رسام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور صالح اهلا وسهلا بحضرتك اولا اه الف شكر للدكتور محمودية بسيوني على البرزنتيشن الشايقة دي والموضوع ده اه بسم الله ما شاء الله يعني كلنا بيتقابلنا وكلنا ممكن اه يحصلنا مشاكل مع العينين خصوان لما يكون عيان بدقرة الهجين ومن ضمن المشاكل الكبيرة خالصا انت لما تشتغل العيان لو اي white spot حصلت له بعد بعد العلاج يعني هو بالنسبة له عايز يصلح يسنانه وفي نفس الوقت في الاخر يبقى شكلها كويس وبقاش فيه اي cares فالموضوع ده شايق جدا وبيلمسنا كلنا جميعا واحنا شكل جدا ان انتو تترقت تترقتول ويعني و بريزنتيشن بتاعته كان كويسة جدا وبناء و ولسه فيه كلام كتير في الموضوع ده يتعمل بس هو قدمه بطريقة شيقة وطريقة مختصرة و انا شكر جدا لك يا دكتور محمود بيسيوني واشكر كل السيداتي الكرام على المداخلة بتاعتهم وعلى اقتراحاتهم البناء شكر لسعادتك شكرين حضرتك شكرين حضرتك جدا يا دكتور صالح شكرين حضرتك جدا صراحة أنا كنت عملته من سنة كام عملته من سنة يعني حاجة 94 95 لو إن شاء الله نفتكر كنا نتكلم على الفورولاية الفورولاية الريزينج الماتيريال اللي احنا ممكن نستخدمها في البوندي بتاع البركت 97 يا دكتور صالح 97 اهلا اهلا 97 97 كنت عمله سنة 97 من عشان كده دكتور بقول فعلا لو احنا جمعنا الرسائل كلها وعملناها أنا على استعداد إن نعمل لها ديجيتال لايبريري ونقدر نوصل لها كلنا فدي حاجة أنا أتعهد إن أنا أبقى مسؤول عنها فإن شاء الله أقدر أجمع الرسائل كلها بصورة ديجيتال وتبقى متاحة للناس كلها كريفرانسز زي ما ما اقترح قبل كده دكتور أشرف ودكتور فاروق ودكتور عزت ودكتور محمد سالم فإن شاء الله نوصل لإن إحنا نعمل كده بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور وسام إن شاء الله شكرين حضرتك جدا جدا يا دكتور صالح شكرا يا حبي في أي حد يا جماعة عنده أي سؤال تاني ولا نكتفي بهذا القدر النهاردة آآ دكتورة آية السيد رفع أديها اتفضل يا دكتورة آآ آيو يا دكتور عرفي بنفسك بعد إذنك آآ أنا آية السيد آآ معيدة في قسم التقويم في جامعة الأزهر بنات تمام اتفضل يا دكتور هو بس آآ سؤالي دكتور محمد هو يعني أنا لما عملت سيرش على دكتور محمود باسيوني أصدق آآ دكتور محمود آآ اللي وصلت له أو اللي لقيته كانوا والإثنين كانوا بيتكلموا على لأنه هو ما فيش ريليب والإفيدنس آآ باوت خبر حاجة مستحدثة ولسه هياخد عشرات السنين عشان نقدر نعتمد عليه الواحده في شغلين مضالي يا دكتور آآ يبقى لازم نحط خطة إن إحنا ما نخترش مواضيع إلا اللي عليها إفيدنس بيزد ودي هتضيق الاختيارات جدا لكن دي ممكن نخليها في الاعتبار إن إحنا لو حطينا كده هنضيق الاختيارات جدا إحنا إحنا ممكن نقول يا جماعة ما حدش هيعمل سمينار إلا في حاجة عليها إفيدنس بيزد وهيبقى معنى كده إن الكلام منتهي إن إحنا بنقول كده دي عليها إفيدنس خلاص إحنا يعتبر مفيش فيها مجل النقاش لكن طبعا إحنا بنفتح الباب لو حاجة فيها إفيدنس بيزد أو حاجة لسه ما فيهاش إفيدنس بيزد إن هي إن إحنا نبقى على دراية بيها طبعا آآ خلصت أسئلتك يا دكتور آآ آآ تمام يا دكتور مكير حضرتك تمام آآ في حد من أسدتنا أو حد من زماننا عنده أي سؤال تاني تمام يا جماعة آآ كده قدر أقول إن إحنا إن شاء الله ننهي السمينار النهاردة وبإذن الله أي حد اتأخر عن دخول السمينار أو ما حضرش السمينار لأي عذر بإذن الله النهاردة أو بكرة بالكتير هيكون الرابط بتاع السمينار على قناتنا على اليوتيوب موجود على الجروب بتاعنا بتاع الواتساب إن شاء الله وعذرا أنا بعتذر عشان السمينار اللي فات اتأخر بنزل الرابط بتاعه وأنا بعتذر إن أنا لم حضرتش السمينار اللي فات لظروف الطرقة وإن شاء الله السمينار المرة دي هيتعمله المونتاج بإذن الله بأقصى سرعة وينزل الرابط بتاعه علشان الناس كلها اللي تأخرت أو ما دخلتش تقدر تشوفه وأنا عايز أقول إن بفضل الله السمينارات اللي عملناها قبل كده الناس ابتدت تدخل حتى من بره الجامعة ابتدوا يدخلوا وابتدوا يشوفوا السمينارات بتاعتنا وبتجيلي تعليقات وأنا متابع الموضوع فالحمد لله السمينارات اللي احنا بنعملها بتاع تقويم الأسنان أنا حتى بنزل الرابط بتاعها على الجروب بتاع أعضائها هي تدريس بتاعها الكلية والناس مبسوطة جدا جدا من التجربة وفعلا يعني هي فخر لنا جميعا إن احنا بيونير في الموضوع ده وبشكر أسد زيتي جميعا وإن شاء الله بانتظار السمينار القادم يوم الأربع بإذن الله وهيكون الدور على قسم تقويم الأسنان بنين القاهرة نشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته